اياكم الله وبياكم وبرك الله فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المواسم مواسم خير وبركة على المسلمين مولانا إذا كانت تحية أي مسجد ندخله أن نصلي ركعتين ولكن حينما ندخل البيت الحرام المسجد الحرام البيت العتيق نطوف لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه صلى الله عليه وسلم عندما يدخل المسلم إلى بيت الله الحرام هو يعلم أنه يدخل حرما عظيما هو محل تجليات الله سبحانه وتعالى ونظره وأن هذا المكان فيه من القرب ما لا يوجد في غيره وفيه من الأنوار والتنزلات والبركات والرحمات ما يكون كفيلا بغسل ذنوب الإنسان وتجديد حياته وخروجه من هذا الموسم المبارك موسم العطاء والخير كيوم ولدته أمه ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل بيت الله الحرام طاف وجعل تحية المسجد الحرام هو الطواف فكانت هذه سنة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا أن شأن المسجد الحرام ليس كشأن غيره وأن شأن الكعبة عظيم وأن حرمتها عند الله عالية وهو ينظر إليها معظما حرمتها صلى الله عليه وآله وسلم ويقول ما أشد حرمتك على الله ولدى ممرئ مسلم أعظم عند الله حرمة منك إذن فهذا كله يعلمنا كيف تكون هذه الأماكن الطاهرة وهذه المواسم المباركة سببا لصلاح حال الإنسان سببا للقرب من الله سبحانه وتعالى لماذا اختص الله تعالى المسجد الحرام بأن جعل تحيته الطواف مسجد متميز وفيه عبادة متميزة لا توجد في غيره وهي عبادة الطواف هذه العبادة التي اختص بها هذا المسجد الحرام والتي فعلها الأنبياء فكانت ملة الإسلام نسقا مفتوحا ونبراسا مضيئا يحكي للعالمين مسيرة النبوة الله عبر القرون منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين إذن فنحن بطوافنا ببيت الله الحرام ننبي دعاء سيدنا إبراهيم وبطوافنا ببيت الله الحرام نثبت أننا الأمة المستمرة على منهاج الله تعالى وأننا الأمة التي اختارها الله لتعمل إلى قيام الساعة كنتم خير أمة أخرجت للناس نعم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولذلك فالطواف أكثر من كونه حركة جسدية الطواف كما يعبر الإمام الغزالي حجة الإسلام في كتابه الماتع العظيم المجدد إحياء علوم الدين أنه ينبغي أن تتذكر عنده أنك يوم القيامة ستنظر إلى وجه الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فتذكر بنظرك للبيت نظرك لوجه الله وتذكر بطوافك حول بيت الله الحرام وحول الكعبة طواف الملائكة حول العرش وحول البيت المعمور وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم هنا يلتقي في قلبك عالم الغيب مع عالم الشهادة عالم الملك مع عالم الملكوت أنت لا تؤدي عبادة بدنية مجردة أنت تسمو بروحك إلى الملكوت تسمو بروحك إلى الملأ الأعلى تسجد بقلبك تحت العرش أنت إذن متشبه بالملائكة أنت إذن ينبغي أن تخرج من هذه المناسك المباركة بقلب سليم شفاف شبيه بقلوب الملائكة لأن الله سبحانه وتعالى سيزكي قلبك بهذه العبادات وهذه التجليات وهذه الرحمات فترجعك يوم ولدتك أمك ما أحوجنا إلى معرفة والتأمل في هذه المعاني هذه المعاني السامية التي جاء في الحديث أن النظر إلى الكعبة عبادة بمجرده كما يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى فكان فرتب الله تعالى أو فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الثواب على مجرد النظر إلى الكعبة وهذا أمر اتفق عليه الفقهاء عبر القرون لم ينازع ولم يخالف في أن النظر إلى الكعبة بمجرده عبادة إلا النابتة المتشددين الذين أتوا على حين غفلة من أهلها يريدون أن يعبثوا بهذا التراث وأن يفهموه فهما لا علاقة له بالأصول والقواعد الصحيحة عندما تنظر إلى الكعبة فلك دعوة مستجابة والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما يخبر فيقول ينزل الله تعالى كل يوم وليلة مئة وعشرين رحمة ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين الله قال حسن بن عطية وهو أحد التابعين الأجلاء فنظرنا فإذا كل الرحمات تحصل للطائفين لأنهم يطوفون ويصلون وينظرون ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام ترجمة نانسي قنقر